اشتركوا في القناة انا صغرت زنب ما جبرتش زنب كل زنب وانتو كلكم طيبين يا رب ويوم جميلة علينا وعليكم سعيد بوجودي معاك ووجودي مع دينا ووجودي مع زمايلي النهاردة كلهم عايز اقول لكم فقرات كتير جميلة ومتنوعة وقبل ما نتكلم عن الفقرات لازم نقول ان الناس كلها تبدأ تاخد بالها عشان فيه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالزبط واصحاب امراض الحساسية اللي زيه ياخدوا بالهم من ايام دي لان الجو صعب جدا فما تخرجوش تماما في الوقت اللي فيه اي اتربة وفي نفس الوقت على قد ما تقدروا تحاولوا تلتزموا ياخدوا بالهم بس اللي هو الحاجات بقى ايه الهدوم اللي مش تقيلة قوي وفي نفس الوقت مش خفيفة بالليل النهاردة درجة الحرارة تروح من 19-16 درجة مقوية يعني فينخفاض ملحوظ النهاردة وبكرة ان شاء الله ناخد بالنا طبعا الفترة دي بتقى فترة متقلمة ما بين الحرارة وبين البرودة وكلنا بنمر بالمرحلة دي بإذن الله بالسلامة لنا وليكو وخلينا سريعا بنتكلم كنت لسه بكلم انا ودينا على حملية الحقيقة مهمة جدا تمت فيه خلال 48 ساعة اللي فاتوا احنا سعداء جدا بالحملة دي بقى وليسه كنت بكلم انا ودينا على فكرة ان الدولة سريعا بتتحرك وجميل ان ردود الافعال بسرعة شوائية ده مهم جدا هتقولي لي كنت بتكلمه عليكم نبنكلم على ارتفاع سعر بطاطس وتحرك الدولة لمنع احتكار بعض التجار وتخزين البطاطس وتعطيش السوق وانك انت تتحكم في قوة الناس والاخره شيء رائع من الاجهزة الرقابية وهنقول دلوقتي البيان نزل حقيقة انها بتتحكم في السعر فورا وتمنع اي حد بيفكر انه تلاعب بقوة الناس وبالاسعار انه هو يفكر مرة تانية يعمل كده المبادرة كمان اللي موجودة مع دينا هنتكلم فيها على توزيع البطاطين بس قبل نتكلم على فكرة المبادرة خلينا اقول لكم البيان اللي صدر الحقيقة في اطار متابعة توفر السلع الغذائية للمواطنين باسعار مناسبة ومنشرة بوسائل الاعلام مؤخرا وللحد من ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية ومنها البطاطس فاقتقامت هيئة الرقابة الادرية بالتنسيخ مع وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة التموين بتشكيل عدة حملات بالمحافظات المختلفة لضبط كميات المخزنة لدي بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس وقد أصفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة ببعض الثلاجات بمحافظات الدلتة وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وسيتم طرح الكميات المضبوطة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ وزارة الزراعة وتهيب هيئة الرقابة الادرية واجهزة الدولة المعنية بجميع التجار المتعاملين بالسلع الغذائية الالتزام بالقانون وأنها سيتم اتخاذ إجراءات رضاعة حيال أي مخالف كانت نتيجة تحرك الدولة والحكومة بشكل سريع الحقيقة متمثلة في كل جهات ومناها مرقابة الادرية لوزارة الزراعة لوزارة التمويل مشهورة إن سعر البطاطس دينا نزل فورا من 12 جنيه و12 نص وكان رايحة لـ 15 كمان انبارح بليه كان 9 وفي ناس بتقول ووصل لـ 8 الفكرة بس في حد ذاتها إن الدولة تحركت في ثانية ده أكتر من رائع بس نقول خدوا بالكم منواجه كلام ده لكل التجار اللي بفكروا يتلعبوا بقوة الناس ويخزنوا السلح الغذائية ويحتكروا السوق ويعطشوه إن الدولة مش هتسكت مثل هذه الإجراءات سيتم مواجهتها مواجهة راجعة فيه كمان حاملة جميلة مع دينا فيه حاملة كمان من اسكندرية وطبعا أكيد بنتمنى أن يتم تعميمها على جميع محافظات مصر وهي مبادرة اسكندرية اليوم لتوزيع بطاطين والسلح الغذائية واللحوم بالمجان عايز أقول حضراتكم طبعا زي ما كنا بنقول بنتمنى طبعا إن يتم تعميم كل الحملات دي في كل محافظات مصر الشتاء إحنا خلاص على أبواب زي ما بيقولوا وفي نفس الوقت فكرة إن إحنا نقدر نساعد ونساعد بعض فمتهالت دي حاجة مهمة جدا إحنا معنا صور دلازة كمان يأشرف تابعنا فيها هذه المبادرة لتوزيع البطاطين والسلح الغذائية واللحوم صحيح التوقيت مهمة أوي التوقيتها دميل ديدنا متأكد توزيع البطاطين وإحنا على موسم الشتاء الناس كتير محتاجة في كل محافظات لا يعني فكرة كمان إن يمشوا الاتنين بالتوازي مع بعض فكرة الحملات من الرقابة الإدارية ومن الدخلية ومن وزارة التموين ودائما كنا بنكلم في نهارك سعيد على تفعيل دور مفاتش التموين كنا زمان بنسمع عن دور رئيسي وأساسي لمفاتش التموين وإنه قد إنه هو بيكون راضع لأي حد بيفكر إن هو يلعب بقوت الناس وكانوا موجودين في الأسوات أو يتلعب بقوت الناس بزبط بزبط خليني نبدأ فقراتنا النهاردة والحقيقة فقرات جميلة ومنوعها هيكون معايا النهاردة ضيفي الشيخ محمد حسن الصعيدي المبتهل وهنتكلم معاه تاريخ الابتهال والإنشاد الديني ولما بيكلم الابتهال والإنشاد الديني بيجي في زهني الشيخ المبتهل النقشباندي ونصر الدين طبار وعماليقة كتير جدا جدا الواحد الحياة طبط وجدانيا بهم وحاجة يعني ولا أحلف وصموه الروح ولا الوجدان وقول زي ما تقول هنتكلم النهاردة عن تاريخ الانشاد الديني والابتهالات هنتكلم كمان النهاردة عن أكبر منصة شبابية في الوطن العربي حضرها أكتر من 3000 شاب من شباب الجامعات المختلفة ومنهم 6 نماذج لشباب مكافح وبعض الرموز المعروفة اتكلمت عن تجاربهم كمان النكحة وديني كانت مصدر إلهام لكثير من الشباب هيكون معنا إيهاب النجار أحد النماذج الإيجابية المكرمة والحصل على لقب أحد ملوك التغيير أحمد عز الدين محمد إعلامي ومدير مشروع وفكرة تحدي التغيير فقريتنا الدينية السبتة كل يوم جمع هتكون النهاردة مهمة جدا مع فضيلة الشيخ أحمد بهجات خفاجة من علماء وزارة الأوقاف ونتكلم فيها عن إصلاح ذات البين قد يتسأل البعض مع أن الجملة مش هنقول دلوقتي ومش هنشرح ولكن مع فضيلة الشيخ أحمد بهجات هنتكلم كتير ونشرح عن إصلاح ذات البين اهتمت كمان القيادة السياسية خلال الفترة الماضية بالمشروعات الكبرى ومن ضمن هذه المشروعات وأهمها هي مشروعات الاستزراع السمكي طبعا مواد منتشرة دلوقتي على مستوى الجمهورية لزيادة إنتاج الأسماك وأيضا للتصدير مؤخرا تم طرح وسائل ومواد جديدة الاستزراع السمكي تساعد على تقليل المياه وزيادة الإنتاج في ذل توجه الدولة الحفاظ على المياه في الاستزراع السمكي ودفنا هيكون أستاذ هشام حمودة متخصص في مجال الاستزراع السمكي على فكرة الفقرات كلها مهمة وموضوع الاستزراع السمكي اللي بتكلم عنه ودينا مهمة جيدا كمان لأنه في مساحة صغيرة وكمية مية مش كبيرة جدا بيتم انتاجية كميات كبيرة جدا من الأسماك سواء اللي تطرحها في السوق المحلي أو لفكرة التصدير زي ما دينا كان بتقول هنتبع كل الفقرات والظهر سريعا مع كابتان رحمة جمال وعودة مرة أخرى